توصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 230 قضية تمونية بمضبطات أكثر من 21 طن مواد غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط طنين من السلع الغذائية كما تم ضبط أكثر من 11 طن السلع في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 247 قضية من بينها 86 قضية خبز ناقص الوزن و48 قضية خبز غير مطابق للموصفات ترجمة نانسي قنقر